السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله بنشرح لكم شلو نتعدل على الفيرموير بعد التحميل إذا طبعا ما قرى للجهاز أو يعني بالأصح غير صالح للاستخدام مع الآيتونز طبعا مثل ما انتم شايفين مكتوب organize ندخل هذا الخيار وندخل folder and search options ونروح view في الوسط ننزل تحت شوف كلمة hide شوفوا كلمة hide الخيار الثاني hide extensions for no file types أشيل الصح منه وأرد أسوي أوكي والآن أروح على الفيرموير كلك يمين rename كلمة zip هذه أشيلها وحط ipsw لحظوا وسوي enter وسوي yes لاحظوا الآن أصبح متوافق مع الكمبيوتر بصيقة الآيتونز وشغال وأقدر أستخدمها الآن إن شاء الله يكون الشرح واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر